طبعا حضراتكم الخلاص الموبايل في ايد الدنيا كلها فأي خبر بينزل على أي موقع من المواقع الناس كلها بتعرف في التو واللحظة منذ قليل على الموقع الرسمي للنادي الاهلي خبر بيقول فيه أن النادي الاهلي قد قرر إيقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهرباء لمدة شهر عن المشاركة في المباريات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه لعدم الانتظام ده الخبر اللي نزل على موقع النادي الاهلي ومن ثم أخدته كل المواقع الحقيقة أنا هنا في موقف يعني عايز أختار كلماتي بدقة شديدة مش عايز أباني أن أنا يعني كنت المدرس اللي قلت ولا عايز أنتقد من انتقدوني لأنه كل واحد له الحق أنه هو يقول زي ما هو عايز بس خليني الأول أقول لحضراتكم مش هعرض لقطات إطلاقا لكهرباء أبدا أبدا لسببين السبب الأول أنه هو في موقف صعب دلوقتي لأن أنا علمت أنه هو الوقت بيلف عن نادي كله عشان يحاول يعتذر ويحاول أنه هو يقلل من مسألة الإيقاف أو الغرامة أو إلى آخره فهو في موقف صعب وبالتالي مش هاب أنا كمان يعني مترقة أخرى على رأس تصرفاته لكن كهرباء منذ انتقال ومش هعرض لقطات زي ما قلت لأنه كمان النادي الأهلي ونادي الزمالك الاتنين بيستعد لمباراة هامة جدا في بطولة إفريقيا ومن ثم هذه اللقطات ربما تحدث نوع من أنواع البلبلة غير مطلوبة على الإطلاق لكن أما وإن النادي الأهلي بنفسه هو اللي أعلن العقوبة فهو يعلم أنه يريد أن يطلع الجماهير أن هناك عقوبة قد وقعت على هذا اللاعب ما فيه شك طبعا أنا قدامي حاجات كتير عملها كهرباء يعني بدءا من المليون جنيه ودي يمكن أكبر غرامة في تاريخ النادي الأهلي وقع على لاعب في واقع طبعا محمد الشناوي لأنها لم تحدث إطلاقا في تاريخ النادي الأهلي على مدار تاريخه التعدي على كابتن فري محمد الشناوي ثم التطول على مدير الكرة وكذا وكذا وتفاصيل كثيرة جداً كلكوا عارفين كلكوا عارفين قبل منها كان اشتباك مع أحمد فتحي في واقعة ما على أرضية الملعب بعد كده الوقعة الشهيرة بتاعة السوبر لما اشتبك مع طارق حامد ثم انتهت المباراة بمأساة بمأساة كروية مأساة كروية على أرض إماراتية وكان من شأن هذا الأمر أنه هو يؤثر بالسلب الشديد على مظهر الكرة المصرية وكانت المباراة زي الفل قبل ما ينزل الكهرباء وانقلبت المباراة راسا لعاقب وتوقف ساعتها هو لنهاية الموسم ثم بعد التدخلات والحكايات والروايات اختصروا واعتقد لعشر مباراة أو تمانية حاجة زي كده أنا ما طلعت بكده واتكلمت وقلت يوم مباراة المريخ السوداني اللي هي الوقعة الأخيرة بتاعته مع عمر السولية اللاعب المحترم وحتى اللاعب المحترم السوداني طلع في إذاعة السودان وتحدث عن هذه الوقعة وتحدث عن ما قاله له كهرباء ومش عايز أقول كلكوا عارفين يعني وعمر السولية حاول يهدي اللاعب السوداني لأن السولية حاجة لعب متربي عبد الرحمن إسحاق اللاعب السوداني وبعدين كهرباء مش عاجبه الكلام شوح للسولية فالسولية شوح يعني ومع الأسف الشديد وأنا هنا الحقيقة بقوا خاطب أنا مقدرش خاطب الجمهور اللي بيكتب أو إلى آخره هذا حق طبيعي له سواء ناس متعطفة بشكل طبيعي مع لعبها وبتتصور أن الانتقاد هو جرح لللاعب وهذا أمر غير حقيقي لكن أنا هنا لا أتحدث عن عواطف البعض هناك من يكتب من خلال عاطفة جياشة وهناك من يكتب لأنه قد أملي عليها أن يكتب من الشخص الذي يتم انتقاده وكلنا عارفين القصة زي كلها وحفظينها عن ظهر القلب وبيتوقع يعني أمور شهيرة جداً عندنا في الوسط الرياضي وفي غير الوسط الرياضي فأنا هنا لا ألوم إطلاقاً الجمهور حتى لو هم عشرة حتى لو هم عشرة مقدرش ألومهم لكن أنا ألوم على الكبار ألوم على الإعلاميين الكبار اللي من منبرهم المحترم ما كانوش راضيين عن اللي أنا قلته واللي أنا قلته بشكل طربوي جداً أنا بقل في بعض الأشخاص لابد إن أنت توري لهم نوع من أنواع القسوة عشان تحطوا على طريق الانضباط لمصلحته ولمصلحتنا دي أما موضوع التبطبة طول الوقت ده بيبوز ده بيبوز حتى الأباء والأمهات الأب والأم اللي يفضلوا يدلعوا طول الوقت في ابنهم عمره ما يطلع متحمل للمسئولية ولما يغلط يوجدوله ألف ألف سبب لخطأه ومبرر عمره ما يطلع متحمل المسئولية عمره ما يطلع رجل بما تحمل الكلمة من معنى إذا ما وجدتش شدة في بعض الأوقات وأنا أتحدث عن الشدة مش الشدة أن أنا هضربه لا الشدة أن أنا أحطه في المكان الصح بتاعه بمختلف الأساليب تقولوا أتكلم على أب وأم في أساليب كتيرة جداً إذا كنا بنتكلم عن نادي ولاعب نفس الوضع ولكن هناك أمور أخرى يعني لما تغرم لعب قبل كده مثلاً مثلاً ولم يوقف ساعة المليون جنيه ولعب هل هذا أمر طبيعي يعني منين أنت بتغرمه المليون جنيه ومنين أنت بتلعبه وما أنت لعبته خلاص فكت عنه الضغط اللي أنت عايز تمارسه عليه عشان تحطه على الطريق الصحيح والإعلام له دورين دور خبري ومش خبري يعني باغبغان بنحاول نجيب من مصادرنا الخاصة الأمر بما هو عليه بالزبط دون أن ننزلق في طرهات أحياناً الأخبار والأمر الثاني هو أمر تربوي وتوجيهي وإلا ما قيمة الإعلام إعلام مش باغبغان بيطلع من ورقة يقرأ إطلاقاً فأنا قصيت أنا قصيت عليه بتهادي القصوة هي قصوة تنبع من حرص عليه ودي النتيجة لما لقى ناس كتير بتدفع عنه أصبحت أنا المخطئ لما لقيت ناس كتير بتدفع عنه أصبحت أنا المخطئ يعني راجل إعلامي كبير يطلع يقولك أنا اللي بروزت متحت يعني اللي بروز الواقعة اللي حصلت مع عمر السولية في مباراة المريخ السوداني ولو أنا ما اتكلمتش عنها ما كانش حد يتكلم عنه هل ده معقول هل ده معقول يا كابتن هل أنت تقبل هذا المنطق وبعدين خلي بالك أما أجي أتكلم عن لاعب مشكلة مرة في السنة ولا بحاجة زي كده يعني وبسيطة وعادية شيء وأن أنا أتكلم عن شخص قد تمرس في الأخطاء ومش بس مع النادي الأهلي ومع الزمالك ارتكب أخطاء كبيرة جدا وفي السعودية نفس الوضع وفي أوروبا نفس الوضع بس أنا زي ما قلت أنا مش هجيب الكلام ده كله كل ده صوت وصورة بالفيديوهات بالفيديوهات لكن مش هيحصل أن أنا هعرضه على الإطلاق على الإطلاق لكن أنا ألوم على الكبار أنه لما نتكلم في أمر ما تربويا لازم أحط إيدي في إيدك وإنت تحط إيدك في إيدي لمصلحة نديك والله ولمصلحة اللاعب بتاعت يا فرحتي أن أنت تطبطب عليه أو تنتقد من قصى عليه بعض الشيء علشان هو اللاعب بتاع النادي بتاعت أبدا 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 طب بعد الوقع هي ما عدناش أسبوع أو العشر قيام وتكررت وقع أخرى الوقع الأخرى بتاعت الإيقاف بتاع النهاردة ده وقع طبعا الناس كتير قالوا كلام كتير يعني في بعض من داخل النادي قال لك أنه بعد ماتش طلاقة الجيش اللي هو الأخير ده اللي الأهلي كسب اتنين واحد في الدقاق الأخيرة من المباراة ولم يكن الأهلي بالمستوى اللي احنا نعرفه وكان طلاقة جيش قادرا على إنهاء هذه المباراة لصالحه أو على الأقل التعادل فرحان موسيماني ودخل بيسلم على اللعيبة كلها ده الكلام اللي نازل على المواقع فجيه عند كهرباء بيمد إيده فالتاني ما مدش إيده قال له جو 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 لا كلامت آه لكن باختصار هو موسيماني يرى أن هذا اللاعب لا يمكن ضبطه ولا يخضع لأي انضباط وموسيماني هو من طلب إيقاف وقيل أن موسيماني أبلغ الإدارة ينايا اللاعب في النادي هذا كلام تردد هذا كلام تردد وقيل أيضا أن مجلس إدارة النادي الأهلي مستق من هذا الأمر وإلا ما تجيش ما ينفعش أو إفلاعب في توقيت زي ده أنا أقول لكم المدشات اللي هيغيب عنه ده هيغيب لغاية نهاية تصفيات الإفريقي لغاية نهاية تصفيات المجموعات يعني دور المجموعات كله مش هيلعبه مما فيه آخر مباراة في المجموعات الإفريقية طب إزاي أنا لعب دفع فيه شيء وشويات ويتوقف هذه المباريات إلا إذا كان المدير الفني يوصل إلى كلمة جاي جاي مش قادر ولما حاولوا يسألوا قالوا ما حادش يسألني عن هذا اللاعب أنا ما عندش حاجة أقولها ما عندش حاجة أقولها والحقيقة في الوقت اللي أنا اتكلمت فيه برضو قالوا لي زملائي في الإعداد إنه لاعب قديم طلع وقال إن أنا قلت هذا الكلام لأن أنا اتصلت بكهرباء عشان ييجي ضيف عندي فهو رفض وأكد اللاعب اللي أنا بحترمه هذا الكلام طبعا ما يساحش يعني ما يساحش إن حد يقول أي حاجة وخلاص أولا أقسم بالله العليه العظيم أقسم بالله العليه العظيم أنا عمري ما اتصل بلاعب أقول له تعالى ويشرفني إنه ييجي طبعا لكن أنا ليه ما بعملش ده احتراما لنفسي واحتراما لللاعب اللاعب عارف إن أنا راجل مزيع عند مايكريفون وراجل معلق بعلق على المباريات وهو ممكن يبقى فيها أخشى ما أخشى أنه يشعر بالحرج وهو مالوش رغبة فيبقى جاي يعني محرج مني وده ما يساحش إذا كانش اللاعب أو الضيف جاي بملء إقراضته وسعيد إنه هو جاي في هذه القناة الكبيرة عشان يظهر أمام الملايين يبقى لا داعي على الإطلاق هذا أمر الأمر الآخر إنه لعب الأهل والزمالك حطوا لوايح إنه لازم تدفع فلوس عشان اللاعب يجيلك أنا موافق جدا إن اللاعب يدفع له فلوس في برامج انترتيمنت يعني رايح برامج مسابقات رايح برامج مقالب رايح برامج سهرات مش عارف إيه بتاع تمام لكن برنامج رياضي أنا لا أتفق على الإطلاق إن اللاعب ياخد جنيه جنيه ليه؟ لأنه جاي ملعبه هذا المكان ملعبه مش مكاني أنا مكان برامج رياضي عموما وهو يختار برنامج اللي هو شايف إنه مستريح مع الموزيع بتاعه مستريح لهذه القناة بيروح لكن أنا عشان أطلع جنيه لاستضافة لعب أنا لا أحترم نفسي على الإطلاق على الإطلاق ومن ثم من المستحيل بشكل عام إن أنا ممكن أتصل بأي لعب وكلهم حبيبي وحتة من قلبي وأتمنى يبقوا كلهم موجودين تباعا معايا في البرامج في هذه القناة المحترمة ولكن عمري إطلاقا إن أنا ما عمل ده فمحبش أبدا إنه حد يطلع ويتحدث بلغة الثقة لا خدوا مني أنا بقى لا ده أصله ومت حتكلمه فرق ما يصحش ما يصحش التراشق والتلسل ما يصحش ويجب أن يتحدث دائما الإنسان بقدره وبقيمته ولما يقول حاجات مش عالية ومش حقيقية فالأمر لا يعود علي هو يعود على قدره وعلى قيمته أمام الناس والناس عارفة كل الأشخاص كل الأشخاص كانش في دماغي إن أنا أذكر هذا الكلام على الإطلاق إنه كلام أصغر من أنا أقوله ولكن بما إنه حصل هذا الأمر على كل الأحوال يغيب محمود كهرباء عن النادي الأهلي أمام فيتا كلاب طبعا الماتش بتاع يوم السبت اللي جاي إن شاء الله هيغيب عن النادي الأهلي أمام الإسماعيلي يوم 10 مارس مباراة العودة أمام فيتا كلاب هناك في أكونغو هيغيب عنها أيضا هيغيب عن مباراة المريخ السوداني في المريخ وطبعا كويس إنه الماتش ده بالذات ما ينفعش إنه هو يروح هناك يعني يعني هذه مباراة كتها تبقى فيها بالنسبة الكهرباء مش هيبقى هو نفسه مستريح برغم منطقة الكاملة في جماهير المريخة العظيمة المحبة للنادي الأهلي وللاعبي وللفريق لكن هو حط نفسه في منطقة مش لذيذة هو مش هيبقى سعيد فهو كده كده توقف فيه ثم المباراة الأخيرة في دور المجموعات لن يكون موجود فيه أنا حبيت أقولك كلمتين دول علشان اللي بيتابعوني يبقوا عارفين دوما إن أنا لما بتكلم عن أمر ما فعمري أبدا أبدا ما هكون قاسي إلا إذا كانت القسوة كيفما أراها لمصلحة اللاعب والنادي لمصلحة اللاعب والنادي هي قسوة ليست للإيلام إطلاقا لا سمح الله ولكنها قسوة من أجل الإصلاح وإذا ما تقلتش أمام الملايين ملهاش قيمة خالص إذا ما تقلتش أمام الملايين لا قيمة لها على الإطلاق ومسألة زي ما بعض الإعلامين قال كنت كفاية تقول النصيحة النصيحة التي لا يغلفها القسوة في بعض الأوقات لا تؤتي ثمرة لا تؤتي ثمرة ولكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى مشرة ولكنه مشرة الجراح هو بيشرط عشان يعالج مش بيشرط عشان يؤلم أو يوجع هذا هو الأمر ترجمة نانسي قنقر